رحلة الميلاد اليوم في بلدي جميلة جدا اسمها عين كارم هذه الكنيسة اللي أنا موجود فيها كنيسة الزيارة زيارة القديسة مريم العذراء لنسبتها ألي صباط في سفح الجبل أو ما تسمى المنطقة كلها جبال اليهودية قريبة من أورشليم القدس عندما تأتي من أسفل الوادي بتشوف عين كبيرة تسمى عين العذراء وطبعا في داخل الكنيسة في عين للماء أيضا في داخل هذا المكان جاءت القديسة مريم العذراء إلى المنطقة مرتين وهي حامل خلال التسع شهور أول زيارة عندما جاءت لتزور ألي صباط وطبعا الزيارة الثانية كانت للجنوب إلى منطقة بيت لحم حيث ولد يسوع المسيح تبعد الناصرة عن عين كارم حوالي 165 كيلو متر هذه البلدة كانت تعتبر بلد الكاهن زكريا وزوجته ألي صباط ويحنى المعمدان ولد في هذه البلدة كنيسة يحنى المعمدان في أسفل البلد بروح تاريخها إلى العصر البيزنطي هذه الكنيسة كنيسة زيارة العذراء إلى الإصابات كنيسة جميلة جدا مزدانة بالفسيفساء الجميلة وهذا الفسيفساء بتعبر عن القصة طبعا قصة مجيء مريم من الناصرة إلى منطقة عين كارم وتعبر عن قدومها ولقاءها مع مريم ألي صباط هذا اللقاء يعتبر واحد من أهم اللقاءات لأعظم سيدتين اللواتي أنجبنا أعظم مولودين في التاريخ الرب يسوع المسيح طبعا لا يوجد أي مقارنة ثم الأعظم بين المولودين بين النساء هو يحنى المعمدان جاءت مريم إلى هذا المكان وتم هذا اللقاء وبنيت وشيدت هذه الكنيسة تخليدا وتكريما لهذه الزيارة الجميلة